موسيقى موسيقى دولة قائمة على الشريعة وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الحمد لله وشكر لكن مشكلة شبابنا مشكلة شبابنا انهم يأخذون الفتاوي من مشايخ الانترنت ايه مشكلة يأخذون العلم من مشايخ الانترنت اللي ما نعرفهم ابو فلان وابو فلان والشباب يابو فزاع والشباب كلهم مستهدف الشباب هم الوقود وقود النار وقود النار طعم رك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمهم رشدهم وهم قليل شخص لا نعرف من اخذ علمه من من ولا نعرف مشايخه ولا نعرف له فضل في الدعوة ولا نعرف ما نعرف اصلا اسم مجهول اسم مجهول حتى اصلا ما تعرف وش مستواه التعليم وش وصل له ما تدري عنه هنا مسئولية كبيرة جماعة الخير تسمم العقول تسمم العقول اصعب من تسمم البطون اذا تسمم البطن غسيل معده تسمم العقول اهو من تسمم البطون اهو من تسمم العقول العقل اذا تسمم مشكلة وكيف يتسمم العقل تسمم بالافكار يترك الجوال مع الولد ولا مع البنت وفي غرفة مغلقة يدخل على مواقع يدخل على مقاطع يوتيوب ناس عندهم عندهم كلمات رنانة في غير وقتها في غير وقتها يعني يدخدغون المشاعر ويعرفون كيف يدخدغون المشاعر وانت يا غافل لك الله تقول الدنيا طيبة ولمور طيبة ولا تدري ان هالولد ده قاعد فكري يشوش فهنا مسؤولية كبيرة على الامر الشمس في كف والقمر الجنة الجنة يا جماعة الخير جابوا مقاطع في زمان غير زماننا وفي حوادث غير حوادث قال شف هذي صارت في المكان الفلاني وانت اللي قاعدت تاكل وتشعب ويهي اصلا الصورة قد تكون في بلد اصلا موت مسلم وانتهت فيدخدغون المشاعر يستخدمون بعض الاناشيد يستخدمون بعض الالفاظ بعض المصطلحات وفي الاخير الضحية هو بنفسه هذا اللي يتكلم ما هو موجود في المكان اللي قاعده يقولك روح فيه قد يكون هو موجود اصلا ما هو موجود مثلا يقولك ما هو موجود جدمات هو جاهد واحد جاي يقولك روح المكان الفلاني وبتلقى الشخص الفلاني طيب انت ليش ما رحت انت ليش ما رحت انت منك قاعد على تويتر لليش ما رحت منافق هذو مجندين مجندين على الامر هذولي استغلون حتى الو